موسيقى موسيقى اشتغلنا انا واصحابي بودرة التالي وبودرة العفريت تدجلنا مليونان وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حاصل لحد ما في 24 ساعة خربوا بيوتنا وفلسونا زي هابا دخلونا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وعادنا احنا نوالول زي الحريم بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال وربنا يا باركلنا في ايه في الخشب في الخشب يلا ننزل مغلق الخشب يلا با اسمع كلام ابوكا مش وخليك وقت فروي الحكاية كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني اتيبك من الكلام الباضل اللي بعملوك الناس بدي الفلوس زيلة المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب السقوفة دي بتتسقف بايه؟ من الاخشاب القبلكاشة دي تنتامل ايه؟ من الاخشاب يلا باقى ننزل المغلق وربنا ببريك لنا يلا جلمة السر يا ابا ساد ده ابوك باين عليه كبر اميش ومعلش افتح يا باب احنا الاحباب واتجارتنا هي الاخشاب قد عمليك يا حبيب بابا مين حبيب بابا؟ ميتو مين روح بابا؟ ميتو ايه؟ 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 ننور يا معلن عمل ايه يا عاد بقولوا تمام؟ شد حيلك تطبخة وطبخة كويس ناشف ايدك واببلش تاني عمل ايه يا عرنوك؟ خداميناك يا معلن ياريتك إن العلامة اللي في وشك دي بقى الدارس ونبطل الدقل قديم يا خدامك يا معلم ما قدرش ما نعارف ما نعارف وريني إيديات دي استباحتي يا معلم استباحتك؟ تستباح بكل دي؟ ما شاء الله عدهالك ما تبارش عامل معاك كم قدر؟ 25 يا معلم 25 بالزبط؟ مية مية أنا أهم حاجة عندي الميزان والدقها في الميزان يا رجالة لازم تفهموا إن سمعتنا هي سر استمراريتنا بس المرة جاء عايزة 28 عايزين نكسب أه؟ نا وامرك يا معلم يا 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 بويا أنا كل يوم أتعلم منك حاجة جديدة واحد غيرك كان يقولهم عايز في الفرشة 30-40 قطة لا ما عايز أتعلمك حاجة الحنية في الشغل تطول العمر وتكسب الأسوة تجيبنا ورا ميلي صبب الصبب دي أنت يا معلم؟ تسلم اليادي تسلم اليادي نقصها عش السنط أهمتك حبيبي؟ أهمتك يا با والأهم من دا ومن دا عايز أقولك نصيحة أفهمني بقى أبوس إيدك أبوس إيدك خليني أفرح بيك ها؟ خليني أفرح إيه؟ يقد عايزة دب إيدي إيدي توجعني إيه الرهراتة دي؟ انشف بقه يقد عايزة كعود خرزان اسمع نصيحة أخد أبنبوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك توقع تقامل لحد مهما كان زي مين يا حد؟ زي سرسر ابن خالتك وحبيبة تفتح فتح سرسر؟ أيوة انزل يا حد انزل يا خاين يا كلف تقفل سرسر فأنت مرشد للحكومة وبيشد على مين؟ على المعلم إبراهيم العقاد شفت شفت النسيبة شفت الواكسة اللي إحنا فيها بترشي لعلمين على ربك وجوز إخواء إخيه عني ايه؟ يا عبدا ايه؟ ايه؟ حنام 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 إيه؟ تفاهم حاجة قبل حنام؟ تفاهم إيه يا عبا؟ وكان إيه لازمعته الشريط اللي أصيب؟ قرمت عليك عيشتك يا خاين العسن المال قال لي يا عم أسح؟ أنا عشان خاطر أمك و أمه؟ واللهي كنت نوى شوية عالنار بس خلاص سماح أنا مش هقتله أصيل بس هاتبعه إيه رائعه؟ إيه رائعه؟ بصراحة يستاهلي يا عبدا وقيتك واشكدا وقيتك واشكدا هنام هنام يامرك يا معلم، علاني بيت بيت الكبير، يلا 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 يا خيان اكتر حاجة تكره الخيانة اكتر حاجة لا نارا كباس اضغط اضغط معندي نشوقات العربيات جاي بعد الساعة ايه يا جاد يا جاد يا جاد عايز امسك عدم الله يخرب بيتك اسمع كلام ابوك انت يا جاد اللي هتشين كل حاجة من بعدي والحاجة دي محزناني أولي يا ديجمت بقى وترجل اهو يا ابا ثلاث حاجات ما تقربش منهم في حياتك ثلاث ايه؟ حاجات اول حاجة زابط المباحث زابط ايه؟ المباحث تاني حاجة المورشد لان المورشد بيقول زابط المباحث ثالث حاجة البيتزا البيتزا هي اللي عاملة الرهراتة والبلاء واللي انا شايفت خلاص يا ابا فهم؟ ابني يا بريكلي فيك يا ابا ابني يا بريكلي فيك يابا انا كلامك ده حطوا السيتيوس على الفيسبوك على الفيسبوك وكل مفتح اللي يا بقراب حطيتني يا ابا على الفيسبوك واللي استيتيوس؟ مال يا ابا حطيت امك ولا لأ عشان بتزعله ديجيه طبعا يا ابا حط عامتك عنات بالمرة ودي حاجة تفوتني طب انا بريكلي فيك يا ابنو في الاستيتيوس بتاعك كبيرت يا ابا يا ابا كبيرت تعالة في ادن يا ابن عمر يا ابا مش عارفة اقفل ايدي عليك الله يخرب بيتي كله من خيرك يا حاجة كبير ايه 600 كيلو وتقول لي خيري ده انتوا خلصتوا خيري اتخربوا بكم يا ابا يا رجالة شدوا حالكم يا ابا مش هتجيب لي الفيسبوك اللي نفسي فيها الفيسبوك بقى انا بقى لي ساعة عمال اديك نصايح ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجالة وتقول لي فيسبوك الله يخرب بيتي اقضل عزل هنا يا ابا خلاص يا ابا خلاص يا ابا خلاص يا ابا بسمت ابن الهايفة ده ما تسخن ياها وردة مت يا وردة ايوى ايوى يا حج عا spending أيوى يا حج مد نسخنيلي الكارع اللي فيهاية من العاشر عناية قررت تتكУل كورايع با قررت حاضر يوه مенная وقعت مني ياهيه ورق الطلاء آه حلوة يا ورد بصي بقى يا ورد شغل السهوكة والخلاعة ده ما بيدخلش علي وبعدين عايز أقولك على حاجة هتصدمك إمكانياتك مش ماشية مع أهدافك لا متأيقلك يا حاج كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتك كلهم بيخدعوك يا ورد بقولك مضع وسط وسط هتعطيها لسه سلفنتيها لسه بقيتها أبحها إزاي ولا لسه لسلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها ولا صوتك ولا صوتك قولك إيه إيه حاجة أنا بقى لي خمسين سنة في السوس ومعيتي زي الجنيد دهب عشان ملتزم في مواعيدي أنا بقيت نمبر وين في المخدرات عشان ما بقى قرش الشغل هش قطعها وسلفني وجهز البضاعة يلا غوري من عناية بس إيك يطمر مش هيتمر آه حلقيتها إيه ورق الطلاق يه ها 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 السليحة يه يا با يا أخوة من السهلة المجنونة دي حولها لقوتها إلا بالله باوبي يا سيباوبي حبيبي يا باوبي عايزي ايه في واحد برا خلاصي عايزاكم في واحد عايزي قابلك برا دلوقتي حالا ده اسمه إيه ده اسمه متحط وبتاعي متحط ده عايز ده فيه ده عريسة جاي تقدمي وييجي كده فجأة كأن كريمية ما يعرفش إن انت بنت الحج العقد أقول إيه أقول إيه الوانتها مش بتربي هتقولي هتقولي أنا الله ربي ينزمه الجدع اللي هو يا ببرة ده نصابه ولا إيه عاين وشوفه قولي عاين وشوفه لسه بيها معاينة هي ترفض ما عنديش أنا جواز دلوقتي بنت لسه صغيرة ترفض إيه يا حج عاين الأول ما تتنكش قوي كده السلام الله عزيزي يا رب قابل يا حج قابل يا من حاجة قابل يا حاجة يا حج إيه يا حج يا حج إيه أنا مش عارف ألفك لا ألف يا حج ورب أنا ما قادر ألفك لا أنا لففك أنا لففك يا حج تتقديني فيني يا وقت هتسلميني يا وردة يا حج تتها تسلميني يا حج تعامل اتعامل يا حج تعامل مع إيه استلمونك بدل هو ما يستلمك خيب تكون البيت عرفت عنينا حاجة وعايز نتسلمني لا ما تقلقش يا يا رب أهلا نص أهلا رب أهلا ما تخشبنيش العزن الوسطى بتخليني مغزوز يا ابني أهلا 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 خاطوة عزيزة هو ده الأخي من أنت أهلا يبقى ميت هو ده ميت أه أهلا أهلا بيك عمي أهلا وسهلا فاضل استراحة فاضل ساعة الباشر لا هنا 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 يا عادة أو جربيني ما تقعدش جمعي يلا 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 شوف اللي وراك يا حواطر أطعي أطعي وليفي وزباطي عناي عناي اللحمة أطعي اللحمة آه 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 فاضل أرجو أني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي من يوم ما بدأ نفكار وقالونا اللحظة بتيجي مرة واحدة ربنا يستر تكلمني عن أسرتك وعن نفسك آآ أنا راقت في مباحث المخدرات يا عمي يا حب موه يا حب حب يا حلا شاب بس الأزن القسطة بتخلينا أرمي شمال ربنا يفيك شغل المرض أعاضي 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 أرجو أني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي يا أخي ما قلنا لك في أي وقت أعلن أو سهل من بيتك خطوة عزيزة تكلمني عنك وعن أسرتك إحنا عيلة لها باع كبير أوي في الداخلية باع كبير أوي في الداخلية أهلا وسهل والدي يبقى مساعد أول وزير الداخلية ظهرات يا واردة آآ وعمي يبقى مدير أمن كيزا صوات يا واردة آآ وكدي اللي أبض على رأيها وسكينة لو تفتكر حضرتك في الفيلم متفركش على الأفلام وقوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة آآ حب 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 حج يلا يحرق الحج واللجاب الحج فيهم واحد ده ختمالي ختمة وحشة اللي ما أخذها فيه وقوز إن الوصة بتخلينا خرف شديني يا حضر في الصفد إن شاء الله أعودي 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 عن ناسة بقى يا واردة أرجو إن ما كنتش جيت في وقف غير مناسب ما تزهق ناس بقى ساعة البنشة ما قلنا لك أهلا بيك سلفنتيها في سنفان أحمر ما لقيتش أحمر حطيتها في أخدر يا أكل لا 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 ما أكلش سلفنيها في أزرق ونزلي السعر حاضر نداء الواجب خير يا حضر في الصفد فيه تاجر مخدرات بدور عليه بقى لشافين وأخيراً قترت عليه انتم مطلوب مني إيه فقم لقتوه فين يا حضر في الصفد أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء الكليل علشة معاش أغسلها رأيئة أو ببتزع لما الناس تتحبس هنخرجه هنخرجه برفيش 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 عجيبة هو حضرتك تعرف عبد الكليل؟ ما عرف عبد الكليل منين أنا سمعت اسمه في الجهاز هو لسه فيه تجار مخدرات في البلد شوه يا عمي دول كتير قوي دي البق في البطنية بس بشرفي أنا أقيهم بقى بقى ابعجي حجي الحسن حيرجع علي ايه 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 رجع ايه في الليلة الزودة دي ربنا معاك يا ابني وطول في أمرك بتشرفنا بيك وسلملي على والدك يوصل يا عمي الله يخليك لا دي اذنك افضل دي يوم المنى انك تشرفنا تاني بصالي ساعة الماشى وارك اا يا راش مهندس باي باي اتترت منك ونت واقف عالباب برا ايا ايه دي الدبورة اللي كت على كتر انا بتهزع يا عمي لا لا اصلا في قنات عبنة ستة قلبانة مع السلامة مع السلامة انت بتشاوري له يا فمح بتشاوري له انت عايزة ايه انت عايزة تحبسيني ايه البلوة اللي انت جاب يا هالدي انت عايزة تسجليني انت مش عارفة ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب وساعات الخشب ده بيبقى فيه شوية منه مسوز يعني عايزة توديني بداهية اخوك المسجل ده هو وصحابه لما يطلعوا لقوا البلوة ده هنجرالهم ايه على اطلع ما انت بتجوزين اصطر عليها يا حاج مصر عليها ايه هو حسن ايه ايه هكون حبل يا بات ما حبه يا باب بس اعرح امك ورحمة امك ماشي بتجوزها بصت بقى يا ابا هتوافق على بيتك هتخنوه بركة مش هتوافق وهياته وامي اللي هتجوزه واغرب بي الله الله تتجوزي والله وتولنح كراسي وبقين انزع لق تعالي بقى فهمك الصح ما تنسيش بقى يا حلوة ان انا ممضيك على وصولات امانة وممكن احبسك دلوقتي لا ما حصرش لا حصر لا فاكرة الاستمرات اللي مضيتك عليها بعد السنوات العامة بتاعت التنسيق دي كانت وصولات امانة ومسك عليك السيديهات ومسك عليك السوء يعني ممكن افضحك في اي لحظة يالله على قوتك يالله انت شابهت لما تخش قوتك انا مروقاها وانت عكش السرير تكنيلا بيت رخمة بيليوم المهابين ده نعمل ايه في المصيبة دي هورك اخلص منها وقتلها قتلها يعني ما دخلتش السجن بالمخدرات اخش في قتل بنتي يا نهر اسود اقولك ايه ايه انا شايلها لانه اخوها يومورك ده يا ام الاتنين اقولي خلينا نكمل الكوارع حانايا هتأكل معاك توارع؟ ده باعنا ايه ايه انا مش طعبان عليها لحاجة واحدة ايه لهبة اللي بن لهبة لابوريالة اللي هيتجوزك ده حيتهنى يا حاجة بعد امر طويل ان شاء الله شرابي شرابي يا نهر اسود ثابت شرطة يا افضل يا افضل بتتعلق بواحد ببقاش فهم حاجات كتير بتحصل في الحتة واردة للصوف النبيل يا فيه محلات بتفتح في الحتة من اللي ما انا اعرف يهزوا لك بس هنعرف هنعرف وقولك ايه عم الوسطى ايه وامعلم الف مبروك يا سيدي هلا بتعميني المحل ده المعلمة واردة والشماعة اللي معاها وفي معلمة اسمها واردة من غير ما انا اعرف واردة مين يا ابن معلمة واردة يا معلم مين المعلمة واردة دي خدامتك يا معلم بيت واردة الخدامة اللي عندي الله 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 والشماعة اللي معاها مين اللي اشترى البيت ده المعلمة واردة والشماعة اللي معاها تباني عليه شماعة معتبرة تباني عليه شماعة وأبوه شماعة وعيلة وشماعات قالوا البيت برضو وقعت وقفة شكلها وهي في المعلمة ماء انتخة فوق سوية خليها ماء انتخة مشاكيني ناسي تعال شبشاك ما اخدلك مرينة خاشة الله يخليك اتعلق الله يبارك لك المعلمة ياردة والشماعة امان شو الشماعات كتير دلوقتي هي الملهاش للجالة تربيها دستور الله ده الكلام صحيح بقى انا قلت الوقت السماع بيخرب قلت هطلع علي وردة كده ولا وردة كده ده طلعت البيت وردة الخدامة اللي كان بتشتغل عندي سبحان العاطل وهاب سوفرة بعد ما كنت بتذكرات وانت وقالك عالطفلية وستاير وقيمة الله 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 جرى يا وردة من عند كله انت ملكي عقات فيه ايه؟ دخل علينا بالحنجل والمانجل كده يا عقاد قولتيها يا وردة انا المعلم إبراهيم العقادة يا بيت اوعي العين ما تعلاش على الحاجة يا وردة اه اسقط مش دلوقت شبقت تعله وتعله وتعله لحد ما وصلت للقيمة والنابي طبعاً ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عملك الهلومة دي ما عليش؟ ما سيرنا نتعرف عليه؟ وجاب لك ايه تاني اللي فاندي؟ ما بلاش يا عقادة ما بيش بلاش لازم اعرف جاب لك ايه يا وردة دكانة وشأنة وردة 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 وحسيني يا وردة قياد اللي جابك البيت المجيس ايه اللي بيطلعك هنا؟ انزل عالم اغلق المتين مع الكلبة ديتو عميلة يلا تعالى تعالى انت عايزه يسيب بيته ويروح على فن يا عقل لو انت امش مش انت اميش والبقف ابن البقف انت اميش والشماعة عن ناطع ابن الناطع ليه اميش انت انا منبيها وانت اتخلي بالك وحذرتك ملكش دعوه بذبات المباحث ولا المرشدين دي اخرتها ليه يا ابن؟ انا عملت فيكو ايه يا ابن؟ انا شئيت عليكو وربتكو بالحلاق انت اميشو؟ ايوة يا ابن القلبي وميريد تعالى انه وردة احسن واحدة بتعمل بيتزا في المنطقة بيتزا؟ طول عمرك عاجلي بكارش بتجري وارباطنك تباع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا؟ ولا عشان لبسيتلك لا احمر ولا اصفر؟ وبلافيتك يا انتارا؟ لا يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك تيه؟ وطبعاً بتلها الدكانة والبيت بفلوس الناطع اللي قاعد قدامك وطبعاً اكيد حطيتها على الستيديوس اللي حطيتنا انا امك وعمتك عنات عليه؟ لا ما تقلقش خلته شلني من عليه اصلي لقيته بيه اولامم خلته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني اوي الحمامة والهاشتاج ده مش كات اختك اولى بيه بعد ما جزها دخل السجن اميشو ضحيت بقيلتك ملك ياابا في ايه؟ وإيالي جاب البحر هنا اميشو بحر؟ ملك يابا سس ساتر يالالبي كسرتني اغتك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال اميشو تب تعالوا انا بقبست حيك حيك ابوالبي ياقب جاء لشلل رعاش اميشو يابا بتفقر ليه كده؟ فقال يشال الرعاة يا شاميشو أبوك ما عبيت يا ميشو وإيه اللي عبتك؟ ابني هيا قديت أبوك يا ميشو إبراهي ملعقات اللي كان شانبه بيهد الدنيا راحت عليك يا شانبه كله اللي سانبك يا أبا راحت عليك مش كشانبه يا ميشو هيا أبا ما قلت له بلاش شعقات يا عم عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا يا عم يا ليلالي لالي عينالي لالي لالي اه يا ربطي انتبقين علي اه يا ربطي انتبقين علي شوفولي اي دكتور حتى لو امراد جلدية احيا عين علي يا نينا 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 صحي لاصله ام انت بت ندلح و انت وتغتح اللي سننبريدو بتهدو في منت يا ام انت بت ندلح و انت وتغتح اللي سننبريدو بتهدو في منت اخي يا ابن المعلق ده مكنش العشق اخي يا ابن المعلق ده مكنش العشق مطلعتش مية بية وطلعت ودها فيها اه يا رب فضية متنفقين عليها شططنا خلاص يا شطرة سلا بسكت وخطرة خلاص ملعوبكو بان يا جميل اتكره وناسه من انت من اساسه مين انت يا جبان شططنا خلاص يا شطرة سلا بسكت وخطرة خلاص ملعوبكو بان يا جميل اتكره وناسه من انت من اساسه مين انت يا جبان وريني صفك اخذو منك رغم افاد وريني صفك اخذو منك رغم افاد ده تلسه والله لسه ده تلسه اجمل التهاني والاماني والاغاني لسيدة الكنتيسة اشكرك مبروك سيدي الدوق اشكرك صديق العائلة لقد تأخرت نعم كنت اعمل وشعري كم انت وسيم اه شكرا ممكن سؤال اتفضل لو قبلت اختك او نصبح انا سايد لا نصبح خلصين امرح امرح بل ندخل الغليون يا ازقاعي بيا بنا نمرح لا تخيل حتى الان ان الكنتيسة مارجريت اصبحت زوجتي هل انا احلم لا يا عزيزي لقد تحقق الحلم لاننا سوف نمرح سويا في الحضائق بين الزهور والورود ونتأرجح معا على الاراضيح اشكر الرب الذي جمعنا سويا وقاعدك انني سوف اصعدك اياته هلكنتيسة الظريفة اللطيفة وانا قاعدك اننا سنحيا معا اجمل ايام الحياة مبروك عليك يا اختاه هذا الزوجة الغني السري المريش منك دائما تتميزين بالحظ السعيد واقع وقفها وانا اتمنى لك حياة سعيدة مع فيفيان اخي في القريب العاجل ده عندهم للو ام للو عزوز انت وخميتها مبروك مبروك يا ابنتي ضح في عينايك سيدي انها كالزهرة الفلوكاسية لا تهملها اتمينا يا عمي فابنتك كالماء والهواء والغليون انت جايك تفضحني؟ بقولك ايه؟ الراجل جاينا سيبنا ما هذا هذا ما هذا حدث ماردريد ما هذا الهرب والماردريد يا تنميزة ماردريد لقد قتلت الكديسة عشيقتي ابنتي ماردريد 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 وعايز طلب كمان اوه؟ الفلو كبرة اسر النيل من ثلاثة لثلاثة وربع ايو عشان الهيان رايحل جدته بيحصلة باشا حاف والساعة ستة الفلو كبرة الجامعة اه؟ افتحوا لهم جننت الحيوانات ايوه؟ خليهم لعابهم مع الحيوانات قولي الواد ميد وابوك بيقولك يلعب مع الاسد هقط عرقابته لو لعب مع الاردة او اي حيوان تافه حاضر باشا بالسلامة استنى يا شريب بيه عمر باشا بعد المهمة دي اعتبر نفسك مفصول ومتحاول للتحقيق يالله حبيب اهلا يا رب زيد لي رعب انت ازفت الطين تمام سيادتك يا باشا ايه دا؟ تمين يا سيادة الامين جيت هنا امتى ايوه لسا جاي مبارح يا باشا كنت فين قبل ما تيجي هنا اه كنت فين مبابا حس الصعيد اهلا بالصعيد واهل الصعيد وإيه اللي جابك؟ عملت ايه مصيبة ولا ايه؟ ابدا يا باشا انا كان مكلفين يبقوا مهمة سيبت المهمة واخدت العيال ولادي عشان افسحه حلو قوي سيبت المهمة الميري؟ مخطة ولدك تفسحك ايه يا باشا طب دا كلام جميل اوي 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 حلو مخطش فيها حقك مليدي ما جالوا لي بدل ما هنيسجنك ان وديك الزابط تخدم معاه تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه هم قالوا لك كده؟ يوه باشا قالوا لك ده وقالوا لك ايه عني كمان؟ جالوا عنك يا باشا انك يعني جاسي شوية ايه كمان؟ وانك عنيف جوي ايه كمان؟ وانك ظالم ظالم جوي جوي يا باشا الحمد لله أهم حاجة ان الواحد سمعته تبقى طيبة في كل مكان ظلم حلو قوي يبقى انت جاي ومش نقصك حاجة عايفة تشتغل مع مين تمام ساتة كباشا يفرد دارك يا ساتة الأمين اهو اللي تشوفه ساتة رجالة معايا توقف ساكتها حاضر يا باشا تعارف ايه اللي نجاك؟ ايه؟ ان انت من الصعيد وانا بحب الصعاية رجالة وقف انت معايا يا أمين يالله غور قاتلي المتهم حلو تشوف ساتة السلامي قدامي قدامي ايه يا قد انت دخل علي بالجسمة اهو اللي لا بالجسمة ما تشوف شغلك يا ساتة الأمين انت مابسة ما تخلي متهم بالجسمة ما خلاص شلناها سمعت عني ايه يا قد؟ قالوا لي ان انت مفترق اهو لا يا قد تكلموك عالخاتم بتاعي لا انا هوررهولك ايني باشا ايه رأيك؟ حيو اهو اهو على عشان اوريه الخاتم اللي في الايد التانية وايه رأيك فده اهو انت يا ده اللي قتلت الوليها انا قتلت الوليها باشا انت اللي قتلت الوليها ولا لا والله ما قتلت حد اه انت شاكلك هتتعبني اه شاكلك هتتعبني دعالة اه بلا باشا كنت فيني اه تساعد وقرأ الجريمة كنت ماشي في الشارع او اللي ما تشاك في الشارع كنت راح افطر فول يعني مفيش فولة اللي في الحتة دي ما مصر وكلها عربيات فول هو ده احسن رجل بتاع فول قالوا انت هتساحبني وتنصحني اكل مليل اهو انت هتنصحني انت بس هو حلو يا باشا مالكش داعي السيادة الامين واتفارد اه باشا تعالة اي اي شاكلك هتتعبني هتطول معايا انت شارب ايه هاتي انا يا شاك انت مبرشم اه والمصحب مبرشم والمصحب شاك ايه بتعبش بالمصحب فلاش محبش الكاذب شارب كفتيل مبرشم شارب كفتيل يبقى مبرشم مو كفتيل ايه فخفاخينة يعني مهيبالاوي سودا كفتيل جوافها باشا انت هتطول معايا هتطول معايا ودريتني وضيعت علي درس الايروبيكس بتاعي رد على الزفت ده تمام يا باشا الو ايوه ساعت الباشا ايوه ساعت الباشا بيعمل الايروبيكس ايوه مع المتهم يعني ايوه لا والله قل لي يا باشا وانا بلغه ايه 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 في ايه ساعة الامين تمام هبلغ يا باشا اقلامه سلام يا باشا في جريمة يا باشا حصلت وليزم نتحرك دلوقت نروحها جريمة ايه الجريمة قتل يا باشا مننى في ايدي جريمة زيفت لا تقلست مين قمينة مين لكلمك اللي كلمني للمساعد الوزير يا باشا تمام تمام قالك ايه ساعت اللي هو قل لي الجريمة دلوقتي حصلت وليزم نروح في قصر الكونتيسة مرجريتا قصر ايه الكونتيسة مرجريتة قصر الكونتيسة отс�� ايوه مارجريتا تبتأكد انت منقوم من المباحث والمسارات المجانين لا والله ما اللي قالوا لي في التليفون يا بابا افادل افادل قادر في البونتسة ايوه باشي فين الاصر ده في كراتة باشي كراتة اه كمان حلو قوي امتى حصلت الجريمة دي حصلت من 180 سنة من ايه من 180 سنة اه سياتلوها على كده ايوه باشي الداخلية عايزة تجننني بس انا مش هتجنن واحقق في القضية دي لو من 1000 سنة مش 180 قامة الساعة كام من 180 سنة كامة الفجر يا باشي وهي تنبي انتو عارفين لا هي قامة الفجر عارفين من 180 سنة انا معاكو للاخر انا معاكو لإيه للاخر للاخر قل حقتك لماو حصلني وياك تنسى حاك حاضر يا باشي ايه تشوز باتك يا باشي حلوه اوي لا فعل عن شكلهم من 180 سنة ماشي ايه الزفت اللي انت جابوا معانا دا من الساعة تأكل فيها تكل حاجة معاك اوه ناقص غباوة ناقص غباوة لا احقوا انا في اي حد اعنشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه دا 180 سنة عايشين ما بيعجزوش ما بيموتوش حلوه اوي مرينا حبيبي حلوه اوي بحضر محضر سكرة حبيبي حضر العب يا بابا العب من بس والشاعر والفساتين من 180 سنة انا معاكو للاخر انا معاكو للاخر حلوه اوي حلوه خلي بالك من البيت دي اه ممسوك ان اشلف بلاد بداكروره 3 مرات اخير على عيد الصغار اللي فات اللي بيقولولك ناس من 180 سنة انا معاكو للاخر اما نشوف قادي الجمل و قادي الجمال مين اللي فاندي دا ما شاء الله حلو اللبس دا متأجر الوقت دا شاكله مش مريحني عينك عليه تمام يا فاندي ومين اللي بيقاوة دا وريني يا حبيبي يا صلاة النبي بانجو كمان حلوه اوي تلبسوا بوريك تلبسوا خيش انا معاكو للاخر ومين اللي قابل البعاة انك دا الواحد با اخوة دا متأثر اوي اه شاكل القتيل امه معلاش هنعرف كل حاجة هات يا حبيبيات يمسي حرز يا خوة اللي جاي تشم حرز لكش انت دعوة قريني يا حلوة يا صلاة النبي حلوة اوي قضاية مضمونة بانجو وخمرة حتى السومالة وناس مش عايشة الواقع اللي احنا عايشينه واستهبال لكن انا معاهم للاخر بص يا اخوانا انا اللي انا عايزوا معاك في المكان عيلة القديلة بس كل الضيوب برة تعال حبيبي تعال حبيبي انشرت لك تحفظ على الزبت ده تمام يا باشا يلا برة يلا برة 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 انا يا جننوني يا جننكو ابتعوا برة من الاخر اشربوا اشربوا حلو اوي انا الدوق فالكاو زوج الكنتسة مارجريت اهلا وعندي معلومة مهمة هوا يا باشا انت عارف ان انا بطل الجمهورية فقوق الانسان ولا لا طبعا يعني عايز معلوماتك تكون صريحة ودقيقة يا ام اطايا الرعابتك وعشان كده عندي معلومة مهمة جدا قول انا واكتر واحد شاكك فيه ابو القتيلة لانه عايزي يورسها همك طبعا هي قتل بنته عشان يورسها هي دي الحقيقة يا الدنيا غرب فيها ايه ماشي بس انا مقولتش حاجة يا باشا لا عايب يا وقت انت بتاع من النهار ده انت منيه متدوقي ماشي نام يا اسياد الدوق يا باشا انا دوقك محفرم يا باشا انت مين؟ انت لسه مصر ان انت دوق يا باشا امسك عادية امسك عادية امسك عادية امسك عادية يا باشا احنا في سنة كام يا دي النهاردة 1812 برضا عزيبتك النوني باشا باشا اعتالت بنتك ليه يا راضي انا بقتلتهاك امه ليه؟ الدوق ده هو اللي تجوزني هي والكلية من 3-4K يا باشا والناب دعيني يا باشا وا surrounds Type انت stakeholders امسك عادية باشا باشا دعين يا باشا ضعيني واحد اخرص انا عندي معلومة تانية مهمة ايه؟ اخر جملة لاتحالول قتيلة قبل ما تموت مش هاتتكم اللي محمر من صروة كوزي ما اللي محمر من صروة كوزي دافعا اكيدوا انه يقتلها طبعا يا باشا ایس باشا يا باشا باشا انا مقولتش حاجة لا عيب لانت بتعمل مقاردة التمنين يا عزيز من المبابة باشا اجدع ناس ارفع سيادتك انت انت بنتك ليه احليني هتلحقكم هتلحق محمدين بيها باوريكم عزيز تجننوني عوديل رجل تتحطب السبيرتو لحد ما جيله اللي باعدو واردو مش عايز تحترف اعدم بيها باعدو ليش يا عوديل تقرب ايه لي القتيلة انا انا اخوها صغير اخوها اخر مرة اختك كان بتعمل ايه قبل ما تموت تريد مطرس بيانت يقول على اختك بخرس احنا بسنة كان مأيات دلوقتي 18.18 برضو مصرين تجلنوني ماجي ماشي اختك اخر مرة داخلت الحن،امتا امتا ام بارحyal HK وانتش عرفك boutبس على اخيم جيل Problem ياواطيت مشاه انا شاكتكم عنهporte كمان الابوها كان بيعملها احسن منو وكمان كان قطع عنه المصروف تمامي بقى ده المبرر انه قتالها طبعا يا باشا تمام بس انا مقولتش حاجة يا باشا ايه انت معايا من النهاردة في مكتبي انت من ايه انت؟ من نحوش عيسى احسن ناس حبيبي انت عاد عوضين موضر يا باشا يوهد في السيبرتو اللي بعده دهنا اللي محتاج السيبرتو شاكلك كده بقلك فترة ما عملتش دوافرك وانا هساعدك في الموضوع ده اه اه ده ملاش السماء ده ملاش السماء ده يعني ده هيفرل عن دهتة بخده اه حلاتك ايه بالأتيلات انا حمد يا عزوان صديق العائلة اه كنت احبها حبا جمد اه كنت اريد ان اغتصبها في الجمل في المغارة اه بس ستا يا كري الضلمة انا بخاف من الضلمة اخذك يا رياض اه ماشا وده اكيد هو اللي قتالها ليه بها له فترة بيحوم حواليها ده غير ان انا نفسش كنت اعتله مية مية يبقى هو اللي قتالها بس انا موردش حاجة يا باشر ايه ابدا انت معايا في المكتب بالنهاردة انت منين يا رياض لا الحقيقة مش فاكر طب تمام استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روئات اتفاضل خدي هدايا مني عواضين حطوله منوكير تمام يا باشر اقولك ايه ايه افكك وتعلمني البيانو طب يا باشر مسئدك الرجل اللي باشعرني انا عايز اعرف حاجة واحدة بس ايه يا باشر ايه تمنين يا هات من النبابة ولا العاجوزة نت معايزك تقلنون تقلنون نق Prime مش انت إبراهيم ليه مساجل? مش انت اللي خطفت عربية من قدام الاسم قبل كده? جميني يا عدوك تغنيوني اشيلك دي واربعين قضية تاني يا باشا ما قلتني مكتبرة ولا حقا هواليك التبعي هواليك التبعي خلالت ماشا الحب يا باشا شو بناشيلك ايه تاويش تمامة فانت تعال اخد بي خراجنا نتعبت من كترب الضرط باشا اه ياه كناف نفسه بالفيك حاجة احتقرق فيها يا باشا ايا ومعار مدوزمني طيب روح معاه وسبنا نحفية وتبالين سنة دو تم بحمد الله كده الهضاية تزبطت مية مية ازيها باشي أنا اللقاتل انت كذاب ومعندكش ضمير انت مقتلتش انا بقول لحضرتك أنا اللقاتل وانا بقول لك اتقبل ربنا ازيها راجل بكسبك ده مش انت اللقاتل في المسلسل أنا اللقاتل وما ينفعش ما يبقى باشي أنا اللقاتل لأ انا خليه قاتل ونتحير المسلسل هاس عاجل تاني يا باشي لازم اكون أنا قاتل عشان القاتل ما بحدش يتوقعه لأننا اللي قاتل انت خلاص المتهم اللي عندي بحدش يتوقعه خالص وأنا أورغولك دلوقتي مش هتوا عايزين تجننوني يبدو 1800 أنا أوريكم الجنان هات الوقت اللي معانا المسجل تماما باش بس استنى علي استنى علي يا عياد امدي يا عياد ان انت اللي قتلت الكنتسة امدي هنا امدي يا باش عن الناس دي مجنين ولا مجنين انت لسه شبتوا جنان امدي وخلصنا يلا اخلاص هات يا حبيبي كده مية مية القضية وزاي الفل وأنا أقوى ثابت ما بحش فيتهم منطقة وهوريكوكو في المحكمة اشتا انا بقى هتجنن معاكو شو بتعزين ترويشوني ب1800 انا هاجي معاك 1800 هدخلوا الراقصات شغالوا المزيكان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا جنين يا الله امرت الحلوة بقى الطعمة بقى الطعمة ولا سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح للغاية امرت الحلوة بقى الطعمة بقى الطعمة ولا سحر جديد امرت الحلوة بقى الطعمة بطعمة بالدستة اشتركوا في القناة 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 اتفادل يا سموخطو سلامتك سيدة رجالة سلامتك حاج خير عملت في ايه يا بدرية عملت في ابويه ايه رد عليها يا ابا مالك مختار ابني حبيبي الحمد لله نجيت ابن بسر الاله يطلع يا ابا بعد الشر ما تقولش كده ان شاء الله هتقوم وترجع ابيت بسكوتي بات ايه قرادة هتقوم وتوقف زي الحصان وبعدين يا ابا نصحتك يا ابا يا ابا نصحتك الجواز ملعينة القليلة دي تيودي في ستين دهية ده انت اتجاوزت باروكة جبت انا من انا نسيبه دي انت بتبكي ليه بس حاجة ايه بكده هتأثر فيي مالك شاكل يا حفايه اصيب اختار وزعلان زعلان يا ابا ده احنا في ايام غبرة ما اعلن بيها الله ربنا ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا يخرب بيتك عمالتي في ايه عمالتي في ايه ها عمالتي انا عارف من يوم اتلميتي على الفنان احمد سلامة وانت عايزة تخلاصي من الرجل الكبير بس انا مش هنقولها لك يا زي اريدة مش هنقولها لك ويه ده انا مش قال ميت مرة فيش تلفزيون يفروض اسمي عن عشرة كده ولا كده عايزين نسمعه اخبار حلوة التلفزيون كله اخبار وحشة اه 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 التلفزيون ما فيهوش حاجة يا ابدي اه برضاية عليك يا مختار هتلي الورق من الدولاب يا ابدي عناية حاج عناية حبيبي لازم يسمع اخبار مبهجة تفراحه عشان نحافظ عليه نسيت اقولك صحيح يا ابا عم شفيق صاحب امرك يدوروا عليه يا عيني لو او ميت في شاقته بقاله يجي اسبوع لحد ده ما جزته تحللت الله يرحمه ولاد ايمن ايمن ابن اختي يا عيني جاله مرض وحش او 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 واختي عدمانة المهديات واخوية لهبة للصغير عايز يفجر ابوبت المتجاس في امراته ايه اللي بقى الدرابة النهاردة جات حجزت على كل محلاتك يا ابا اه 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 وعمتي فوقية تلعت انها ماتت عطاقولها لسانها على الحرمية ورموها في الشاقة انا عايزك بس انت ما تفكرش في حاجة همعلم مش عايزك تتوتر خالص اه مختار مختار اه مالك يا ابا اه حاس بايه يا ابا طمني اه عايزك اعتص اعتصي يا ابدي اعتصي انا بموت يا ابو اختار ما تقولش كده يا ابا بموت ما تقولش كده يا ابا اسمالي سلك البضاع يا ابدي حاضر سلك البضاع هسلك البضاع وهشرفك وانا عارف في نفس المكان التسليم في المجاري العمومية بتاعت القاهرة ما تقلقش يا ابا طمن انت بس ابا ابا المهلم مات الف رحمة ونور عليك يا معلمي الف رحمة ونور عليك يا ابا الف رحمة ونور عليك يا سيد الرجالة يا سيد الرجالة تعالي انا اصباع الروج انت انت اللي موت ايه انت والفنان احمد سلامة من يوم ما تلميته على بعض وانتوا اللي وصلتوا الرجل ده لكده وهو مات اعمل فيك ايه عايزة ارشاقك رجبة ببطنك خالت تيجي في وشك لان احجامك غريب ما انت ملغبطعني طول عمري ببص ان الناس كده انت الوحيدة اللي عملاني كده فالتركيب اما بالنسبالي خدي بقى خدي انت اللي احتالت ابويا انت اللي موت ابويا انت اللي موت ابويا الف رحمة ونور عليك يا معلم سمحني يا ابا هتطرف تسرك لاخواتي يا ابا فاكرينك اب شريفي تشرفه بيك وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبه الف رحمة ونور عليك يا معلم سينك انت اللي بازم موت ابويا انت اللي بازم ان اتبا صحيح الله يكرمها شاكر الله وساعها كامعلي بقى للا يا مختار برنابعلا يا معلم كراسة مبروك عليك المنسب الجديد الله يبارك فيك انت جاي تقطمنا ولا جاي تعذى ولا هي اسره اسمعني كويس امختار بناودني ناحيتك اه البضاعة تشحنت وكلها ايامها تستلموها ربني اكرم والطلبات عملتي عملتك مقسملك بالله ما معانا ولا تعريفة تعالى بس الحاج سيبنا على البلاطة وكل الفلوس في العملية الاخيرة انا معاي 25 جنيه دوبها حاسب الفراش اسطر علينا عيب ده شغل رجالة تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنين كل المكتبات اللي في مصر والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل ايه سيبونا بس نستلم البضاعة ومفرفش كل اللي انت قولته ده ما يخصنيش قولتك كامل اللي كانت مع الحاجك 25% هو اتفق معاك على كده ايوه ما هو كان اخر قامه بيخرف هم 5% بس المرحوم ما اتفاشي معايا على كده انا اللي بتفق معاك وبص في الصف في حاجة عايزة وراء لك قبل بخالي الله مختبت نعمل بالله اخوة مجلقش في حاجة وعشة جاي ينسب شاكر الله ساعد شاكر الله ساعد البقاء لله يا ابني ساعة الباشة زيارتك لينا تشريف كبير قوي من يوم ما شفت ساعتك قوي ما شفتك في السؤال رجعت زمان ايامك ونا بنروح المعمورة احنا وقسرتك وايام ابويا يا باشا انت عظيم الله يا ابني المرحومة كانت زي اختي بالزبط الله يرحمها مرحومة؟ مرحومة مين؟ المرحومة مادام صفاء سلامة اه 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 طبعا شفت نهايتها شفت ازاي ده مفجرت في الغرداء جابوها وشرفك بالميوع على المستشفى معلش معلش شرفتنا ساعت الباشة البقاء لله ونعمب لله انا فاكر المدير بتاعك في الشغل ولا عرفه ده جاي يقولي المادام صفاء ايه المناظر دي ايه ايه ادي عايزيه شحيلك يا ازاز مختار شحيلك يا ازاز مختار والله ادمن ايه ايه ده مين اللي تخلق اصلا ازاز مختارة كنت عايز يعني الحوار التعارف واحد فيك ده هوت الظروف والضغط والاقباء بتخلي البريقات ده بيعني يوكل ايه بيعامل اي حاجة في الحاجات حاجاتي انت جايبت نوعاتيات وفرحة اللي بقت عازي انت مبالش مجايبت يقرفنا يالله اه اتمنيينا لا انا مش هابشي بقى عشرة كنت بداي لابوك ب28.000 جنيه ومش هابشي من العازة ده قابله باخد الفلوس بتاعك ولها في ايدي تامة بوققك بوقق ده انت بتاع ليه ده بوققك انت بويا مستالف منك 28.000 جنيه انت بتطلق عليها وبتتباشخل عليها وزاز مختار عليها انها بابوك ده ما هيورد على جنة بوقق بقولك بوقق بقولك ايه انا هديك حقك اشوف انتو الناس شوفوا الناس شوفوا انتعال ايه يالله يالله شكر الله ساعرك ام حالي شكر لنا اهل السعيد كلهم الله يكرمك الله يكرمك شكر الله ساعرك افاد شكر ونعمة بالله ونعمة بالله ايه ده انا ايدي خدلت الرجل الكبير ده ايده تقيلة اوي جزعلي ايدي ايدي جزعت والله وكله بيسلم بحرارة اوي كأن ابو يا جز اخته ايه ده الله يرحمك يا حق خلاص بقى خلاص بقى انت هتنهار فترة جاية عايزة رجالة مش عايزة ناس تنهار لنتو خفيفة اوي 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 كان طاير اوي كان ابن حلال انتو خفيفة بس ساب اعباء تقيلة اوي شفت الناعش كان طاير كان طاير الناعش ايه اللي كان طاير الناعش بتاع بابا يا رجل كان طاير اوي اوي الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح ما تعدش تقول لي طاير ومش طاير انتو ما تعرفوش حاجة اصلكو وما تعرفوا كل حاجة ثم الناس يتمشي بس مختارك وانا عايزين نتكلم معك بخصوص المراس الايه؟ المراس ساد داني انتا ما عندكش راحت الدم مراس واحنا لسه في العزة بتاع ابونا وتقول لي الناعش كان طاير يا كزام وانا عايزين شايف فلوس بس نشبرق نفسي لا من جهة الفلوس هتبقششوا اوي هتبقشش ما تقلقوش بقولك يا اشرف بقول يا مختار انت بتحب شغلك ياه بحب واوي شرفي اعتزازي الناس يا عام ايه النشرة دي ايه يا عام؟ اه هو في حاجة يا مختار لا مفيش حاجة دي انا بنستله طب لو حصل حاجة في الدنيا الظروف اتغيرت ما تسيبش شغلك يا اشرف لا لا ممكن ابدا شكلك هتسيبه يا اشرف الناس دي طولت اوي نجوعة بصراحة وانا كفا لا بنامل ايه طيب يا ابا رجالة هم تشاكرين اوي 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 معليش معليش الناس بتعزي ساعة ساعة ونص انتو بقى لكم كتير اوي احنا جوعنا بصراحة اعودوا في الهواء زي ما انتو عايزين بس اخر واحدو النبي يقفل السوان اه شكر الله سعيوكم يلا يا عام التووف دي ناس فاضية بينا يا مختار يلا هيرحمك يا حبيبي كالرجل ولا كل الرجالة سيد الرجالة او حضو ايه Exactly ايه عشان نبقى من الأول على الله بيد أنا جمعتكم النهاردة عشان أقولوكم على موضوع ما كنتش عايز أقولهلكم لكن ظروف المسلسل حكمت كان سر بيني وبين الحاجة الله يرحمه الله يرحمه ويحسن إليه ما كانش حارمني من حاجة جاب لي شب شب في ليلة العيد الله يرحمك يا حاج كان من أعز أصدقائي كان مهنيني ما حرمنيش من حاجة خادت الحباية خلاص يا حاجة خلاص بقاء لله السر اللي أنا عايز أقولهلكم لازم أسألكم سؤال قبلي عبونا الله يرحمه كانتشغل إيه عطار عطار هو ده الخزوق اللي انتو شاربينه من الأول عبوك الله يرحمه كان تريجر سليفان أهه؟ يا كلب يا كلب بتاع اللي بتبلباهه ده خلاص فوت لك دماغك تقول على أبوك كده اللي كان من عشرة فالناس حزبي الله ونعم الوكيل حزبي وانت يا ابوكي كانت يوافير ايه التشليح اللي انت فيه ده حزبي الله ونعم الوكيل فيكو كلكو اشوف فيكو يوم يا ولادي شوفيه ماما يا نعم اسمك ماما تجنينت ماما تجنينت يلا بقى ماما بنت دي بكرها من الصغراء ما علينا كذب كذب يا مختار ماما خذ ليه يصبح تنفان للأسف اه يفضحتك يا اشرف ينسبتك السوداء اشرف اقول ايه الزميلي في الداخلية انا اللي بطبع القانون ابويا يبقى تاجر سنفان الضابط المسؤول عن تفسيخ القيم والعدالة الاخلاقيات هو نفسه ابن تاجر سنفان بقول لك يا حبيبي التواق فان واح وال ولا عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون يعني ممكن نترد منه في اي لحظة ده والدهب والسروع والألماظ اللي بابا سيبهم الحاجة الله يرحمه حتى شاءه عمره كله في العملية الاخيرة اكبر عملية سليفان بس انا مقستك كل حاجة انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان مكتبة بابا نجيبي اللي في اول شارع نوال عارفها بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي اقوله يتنفذ بالحرف اتجلت معنا كلامك ده انك عايز ننساعدك في جريبتك ايوا هتساعدني وغزبن عنك يام مش الطول ولا مليم فهمنا؟ ايه ده بس ايه ده المختار ايه ده عشان وادي عادي عبيت انت با لا ده بلازفك من هنا وراح كلمتي ايه اللي هتمشي وبالمرة بقى عندي مفاجأة طالما ايه فتحنا قلوبنا البعض انا اتجوزت لا كمان من غير ما ده عزنة لا ما انا عرفك على المادام دلوقتي يا روحة ببت يا روحة بقى مريف مختلف رؤوسيا بنت لإخوتي شوية ايه ايه روحة إمراض فارسي فارسي يا روحة فارسي عن القطابة لحياها بمنايل يا خبته أمي ماذا؟ ، إيه اللي جاعبت يا أمي؟ ده كلام م hoodie سادجني أنا حزيني أنا حزيني من مستواك mensهما بضربزي أمي م PE damage مراسي بتمني وليا بتمني، ليه؟ ما أولادك موجودين ولا انتي متبنيانة لا يا حبيبي ده انت حبيبي عمري ده انت حبيبي قلبي من جوه بس واطي بصراحة ربنا محد يشد ما لحد اليومين دولم انا رايك حاجة ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجة مام افضعتنا معا يا الهريس البضاعة 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 لا بلاعة لا بلاعة لا انت معا كبال الماية كبالنا في الفلد على اثناء عطرة يا عمري مش وقت اعفشان انت معاية شاعة عمري شاعة عمري ضاعة كده برضو يا مختار تعملها فينا الله يرحمك يا حاجة دي كانت شغلاته هو هو ابو دعموشة والدفات انا مش عايز براك شاعة عمري ضاعة حرب عليك يا مختار كنت لنا يا مختار مش وقت كلام انت معاية الله شاعة عمري شاعة عمري ضاعة 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 عمري ضاعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا فسواني يا فسواني ملك قافش يا ابن الناس يا بودهشوم استناني هعد عليك انا والدفاس يا فسواني يا فسواني ملك قافش يا ابن الناس يا بودهشوم استناني هعد عليك انا والدفاس عايشين حرام في حرام وعيش اشمال دقوا المزاهر بخروا قولوا للأكل الفرح يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكرة يتعوروا قولوا للأكل الفرح يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكرة يتعوروا اشتركوا في القناة وحشنا ابو يا قوي هلاقي بقى فين كده طيبة زنتي الرجال فهلوي ونجمي بين الضريبة ونجمي بين الضريبة ابو يا بابا اللي ورسته دبسني وانا دبسته دبسني وانا دبسته دبسني وانا دبسته مش تركلة مش تركلة مش تركلة دم صيبة قولوا للأكل الفرح يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكرة يتعوروا قولوا للأكل الفرح يخاف يا اخوانا لا تصفروا بوجود عندي في المحل ها بيشتغل محامي ومربي سكسوكا ايب يا باشا هو انا اول مرة يعني يا باشا ما تيالا يا بقى يا مرشدي استرغى هتنشف طب بالإذن يا باشا كده علشان زبون استعوال يا الله سلام سلام الا مؤخذة كنت بكلم خالي لا ما حصلش يا حال سيال خير يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا ده اين نور ده كله الله يخليك نعيما مقدما يا اخ الله يهلم عليك الله يخليك نورتنا يا باشا والله شكر مابلتك حلوة ومحلك جميل ربنا يبارك يا رب ربنا يخليه شكرك شكرك لا والله ده انا مش مصدق نفسي ليه 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 انا حسني ابقى احلم لا لا ما فيش حاجه ده وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه انت اللي مبلغ عنه ايوا طبنا اديك الصحة نورت يا باشي شكرا خلينا في موضوعنا بقى انا مش مصدق نفسي اه شعر ولا دق لا ان شاء الله صدر صدر اه بقالي فترة اسبوعين محلقتوش مش قادر اقولك مش عارف اقفل الاميس فعايزك تهندنهولي كده لو تكرمت اللهم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام انا عمري ما شفتي كده قبل كده ولا هتشوف ولا تقريبا ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع مش انت الوحيد اللي كده لا 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 العيلة كلها العيلة كلها كده بس مختلف الحقيق يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فيه يعني عندك ابو يا الله رحمه كان بيطلع له في كوه وغينة كده يعني فتليقي يمشي عارف بتفيده برضو في الحرب يعني ربنا بييملي وبي اه الحمدلله الحمدلله اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي لا بيجيبوا بقى بواريك ولا حاجة بنوفر لهم احنا بتاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده الحمدلله بس انت كده باش هتتحسن والله انت راجل طيب انا محسود قريدي مش بتحسن مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع خد عندك فنانين مطلبين لعيبة كورة فرقيل سكواش بتقول بتادوا يكلموني بتحميل شعر ده ازاي يا جماعة حلفلوم والله ما بايدي بحاش ميصدق بس الحمدلله ربنا يحفظنا انا عايزك بس يعني ايه تفردولي فردة بالسشوار لحد قبل السره بقراتين عشان اللوست ارجوك انا اللي اتنين يا باشا انت راجل طيب انا حبيتك انا مش عارف ابدأ منين بس يعني لا 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 تبدأ ايه هو تعمل كده لا لا ده متحطش عنين مكان ده اثار ده اعتبره اثر من الاثار يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان انا اللي يخليك طب يا باشا تحت امرك يعني انا اللي تحت امرك بس معلش يعني عبر المفكر هبدأ منين؟ هعمل مكالمة صغيرة انا مستعجل اطمن على الحاجة عشان خطري اصلا تعمل شوية معلش مهم الهم هات كلهم بيتعبوا بيهم وكويسوا دي او حاجة ارجوك هتعطلني كده ايه يا باشا لقيتو ايه ده شعر سيدة بيراوي يا باشا ده انت تجلقي معجزة حاجة عظيمة تعالى بس ما تأخروش وحيات النبي متتأخر ها لها لا اقولك بس ياريت بس يا ريتي النفس اتصور معها والله بس بس ماشا بج اه 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 اكمل بس مجرد ماشي يا باشا اه اه لا يا باشا انا رجل المطابع عنك ولا كتبت عليك في حاجة موجود والله هتا اقوله هتا اقوله انا موجود يا فانديم اه انا موجود لا لا الراجل ده مش كذاب اوكي اتفضل اتفضل شكرا على التعاون الجميل ده لا لازم انت بلغت عني صح؟ اه انا بص الفكرة عجباني حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه اتحتاجين مين بعد كده؟ اه اه هو بيقبضوني كويس ربنا اديك ستاني المحلات دي ما بقيتش تأكل عيش طب ما تيجي شوية كده قبل البوليس يجي اه كله بقى يقول لك بيوتي سنتر مش عارف ايه خربوا بيتك خربوا بيتك الله يخرج بيوتك مالش تفضل ده لسه حسنك عندي ربنا استاني اتفضل يا بيش تفضل 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 قبل ما يتوبوا علينا مش يا بيش انا مش عارف ابدأ بايه ولا ايه مش عارف مقص ولا مك ايه السلم ايه يا دي الفكاقة دي يا غبي منت لسه ايه انت عبيت ولا ايه يا حضر الزبط انا اللي قلتلك انا جنبه مش حيراك جيت اقبض عليا ايوه 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 لا تحت امرك يا فاني طب يا الله بنا بقى عشان معادل اسم لا 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 تحت امرك مع السلم بص رغم ان انت يعني بشع لكن الفكرة عجباني الفكرة عجباني عشان انت مش مرشد بس مرشد غبي كمال هتحلق من اخواتك بعد كده يا باشا اكل عيش ربنا يخليم تفضل فضل يا سلام اهلا وسهلا اهلا الفضل يا باشا يا باشا تشرب قهوة يا باشا عشان تهدى عصابة يا باشا مش عايز قهوة انا عايزك تجيب لي الوقت اللي بره ده لي يا شوق كده اشرب من دمه نفسي اسألك سؤال يا باشا ممكن تقديني الشرف ده يا باشا طبعا بديك اسأل يا محمد اسأل لي يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ ساعدتك يا باشا صراح يا محمد انا متعقد منه متعقد منه اه وصي محمد هو ده السبب الرئيس يا محمد معنديش ولا شعرايا في صدري انا اجرودي اجرودي انا ايه اجرودي اخوص يا محمد انا بس اللي اقول اجرودي حاضر يا باشا حاضر يا باشا خوش يا علم اقعد اهلا يا عزل منور شك اهلا يا عائل الطلب اللي بره بسرعة امرك باش خوش تهوه طلب يا باش اي 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 يا فندم ارجوك انا بتأذي سوري يعني يا حبيب انت هو مين اللي ازل لكم انكم تربوا شعر صدركم ايه بلد سايب يا حبيبي ولا ايه محمد امرك يا باشر دي عالدة تنفخ نفخوا يا باشر سورا حضر يا باشر قدامي وانت راجع هاتلي مكويد الشعر معاك يا محمد لا ارجوك يا فندم بقى توسق لليك الا مكوة الشعر انا ممكن انت في شعر صدري قدام حضرتك شعرايا يا شعرايا بس المكوة لأي مش حيسك تجيب سيرة الشعر صدرك قدامي ده بتعمل ايه انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني ليه ليه انت مش عارف ان انا اجرو دي قدر لك سوري والله اول مرة تشرف بفتحة اميس حضرتك بعد ان الحاجة بتاعت رباني يا فندم ارجوك يا فندم اتوسق اليك سامحني سامحني وخلينا روح عايزنا سامحك هسألك شوية اسئلة بس لازم تجاوب علي بصراحة وبشفافية بصراحة وبشفافية هنا صراحة تبقى هنا ايه شفافية فندم واوعى ساعتك ان اكون مرشدك الخاص واكون الكلب الوافي بتاع ساعتك قولي يا عمرك اخدت هرمونات عشان شهر صدرك باهت ولا لا بصراحة بس انا اسمعك كت ماما تقولي وانا صغير روحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة بس انا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة غولة المكان جنينة الحيوانات السؤال التاني عمرك هصلك اي حاجة غريبة حاجة عجيبة مش متذكر بس افتكر وانا عندي ثلاث اربع سنين كنت بات عند تيتا في حلوان و او اسخنت افتكر ان انا اسخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني اوي من هنا وهنا قمت لقيت حوالي بتاع سبتاشر شعراية هنا وهنا حوالي دي ستة عشرين تمانية وعشرين شربت حاجة قبل ما تنام شربتش فانت بتيتا ما كانش بتحب انقلش بحاجة عشان ما اعملش بيبية على روح ولا كالت حاجة ولا كالت فان اه يعني ديتا في حلوان اربع داشر شعراية واثنشر شعراية السؤال التالت لو خيروك من حتى حزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين اخصى عليك يا فاندم شعر صدري طبعا ده هو اللي في الشغل كله حدرتك وبتقولها تاني وبتقولها تاني وبتقولها تاني انا قدروني يا محمد 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 ملاش محمد ملاش محمد ملاش محمد حبسوني على شعر صدري يا مصري دينكم ايه النور الجامل ده ما عايزين يعموني ولا ايه بسم الله الرحمن الرحيم الله هو اكبر انتو ايه انسي ولا جنة ولا انتو مين ادم نعم انا كان فضائي كان ايه فضائي اهلا وسهلا تحت امركم مصري ادم ايه بمقييس كوكبك انت انا فكت لكن بمقييس كوكبنا احنا انا راجل عادي براحتكم ومليش دعا بمقييسكم انتو عايزين مني ايه دلوقتي ادم اموري احنا جايبين لك دعوة في اي بي بزيارة كوكبنا كوكب كوكب ده فين ان شاء الله كوكب الدكورة كوكب ايه الدكورة انت اسمك يا اخ خالب في حاجة با ما فيش حاجة واحد ايدك كريم اهلا من اساس كريم امروني انا خدمكم في حاجة ما اقدر اعملها بصي ايدا نعم انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدولة هيخلصوا عليه ويخلصوا عليه ليه انا عملت ايه في حياتي ايدا نعم اديني ايدك لو سمحت احنا فعلا محتاجين لك ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحلة الحالية اللي بيمر بيها كوكبنا بصراحة الان منكو الان من كوكبكو ما تزعلوش مني يا ادم يا دي ادم قررتيني فيك انا كاين فضائي حاضر اديني ايدك لو سمحت فات ايدك يا ادم مفيش وقت اشرح لك ما تخلي الماكوة يا لا ماكوة ايه هات ايدك يا كريم هات خلي احنا مبسوطة خليت مبسوط انت متجوز لا بقى يا عم ايه ده ميستر ادم ميستر ادم بجد بجد دي سيارة كريمة جدا وانا نيابة عن المسؤولين في كوكب الدكورة بنحترم مزيارتك دي جدا وبنعتز بيها معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدولية للكوكب اهلا اهلا يا استاذ جمال اهلا وسهلا والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني بس انا مش فهم الحاجة انا مش هتومل على جنابك بس زينا سيارتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات نقص في الهرمونات لا واضح بصراحة انا مش فهم زي كنت رجالة وانا نسوان كوكب عجيب يعني من الاسف احنا دورنا في جوجل على من اكتر حد عنده هرمونات زيادة واكتشفنا ان بسهب شعر صدر حضرتك انت حطمت رقم العالمي الهرموني انت رمزل الرجل المشعر يا مستر آدم ربنا اخليكم دي حاجة بسيطة يعني وبصراحة يعني انتو الناس زوء وانا عايز اعمل معاكو واجب يعني واجب بسيط يعني الله لا انا بحس بالنعمة اللي ربنا اديها هالي مرة كمان ده احنا عندنا في الارض ده من ثالثة لحاجة تقرف يعني الشابين عندنا مش هالفي يتجوزوا هين فالده عشان كده احنا فكرنا انه حضرتك تبشرنا شوية شعر نحللهم ممكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفعل مع هرمونتنا بشر شعر السدر اه فك يا خالد اه كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحة هتدفعوا لي كم ندفع لك كم مفيش اكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبلو بل كوكبك اولو مستقبلو ده شعر السدر يا تبشروا يعني ايه لازم اخط فلوس هنعمل لك تمثال تمثال ده ميطلش معاه الاوانطة ديها حلوة خلاص يا سيدي هنقلف لك كتاب إلكتروني ونوزعه على سكان الكوكب هحرق ورمي في البحر انا عايز منك نور هندي لك عشرة في المائة عشرة ايه؟ في المائة طب هو كده ممكن ادي لك خمستاشر في المائة طب ممكن طب عثين في المائة طب لو لمست شوية كده خمسين في المائة بصي ما ليه طلب تاني بقى بصراحة ممكنك بشلك كبشة ليك لوحدك وتديني اللفة بالبيتة عادلة بصي ما ليه في لفة حواليني النسوان ولا المجالة اللي هنش فاهمها بدول وادعلك تاني على ما لأ مشاين فاخر بص طب بالسلامة بقى انا عندي مشوار في الزوحة تعالى هنا يا حبيبي اوه انت فاكر دخول الحمام زي خروجه اه زي خروج ايه اللي زي خروج يا عسرية خاصل مبشارة مبشارة ده لانا شبت لكوش راجل من ساعة ما جيت هنا هتوريك الرجولة دلوقت ايه هتبشوني شعر السادي ده انا قطع رقبك وكلكوا قول على ماش تطيق بالك قول على ولانت وهي لما هرق اسود قول على والكن واحدة 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 وحدة شعر السدري راح فيه يلا هرق اسود هقول له امي ايه هقول لا خدي شعر السدري لو اعملوا بي ايه يلا هرق اسود شعر سدريك راح يا ليلتك السودة يا ابن صبرة الصبارة هقول لهم ايه هقول لهم خدوا شعر صدري وروحوا بي فين طب لما هامن الدولة ولا البلد يعملوا كده مقبولة لكن الناس من كوكب تاني مش مهام رجالة ولا نسوان يا خسرتك يا خسرتك يا آدم يا خسرتك يا آدم خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب بسراحة يا حسن انا كان اوبر كنت عامل زي الغوريلا كنت كل يوم اصح صرح شعري واصرح شعر صدري كنت بكسي بانزل البحر كده حلو بيت شاب بروش عادي شعر صدري بنزلت أيمان كم بدر عليك بدري حسدوني حسدوني عالشعر بسدري كم بدري عليك بدري في شعر كده كده لا قدري انا وادربه لو هرموني زيادة مشعر بشكل رهيب فوق العادة انا وادربه لو هرموني زيادة مشعر بشكل رهيب فوق العادة اتكادوا يا عزال اتكادوا وخافوا من قلبتي خافوا من قلبتي خافوا من قلبتي عدو الشعري في العالم تعرفوا ليه انا عالي تسعري عدو الشعري في العالم تعرفوا ليه انا عالي تسعري مايكل جاكسون كان قبرودي كان بنفسي موت من شعري عدو الشعري في العالم تعرفوا ليه أنا علت سعري عدتوا الشعري في العالم تعرفوا ليه أنا علت سعري مايكل جاكسون كان أفرودي وكان بينفسي نموت من شعري لوحده كده لحلقته بموس ولا اشتريته في يوم بفلوس لوحده كده لحلقته بموس ولا اشتريته في يوم بفلوس اسمه ونصيبه ده كان قدري شعري في سدري يا سدري يا سدري يا سدري حبيبة ماما امي جميل امي يلازل وزياروح ماما حماده ايه 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 حماده اقص عليك يا ماما اقص عليك يا ماما خضتيني اقوم يا دنايا اقوم مش قادر يا ماما الله الريحة الحلوة دي يا صباح الفراخ المشوية المتابلة حطيها هنا ماما حطيها هنا اتفضل يا حبيبي والنبي ماما رفعها لشوية رفعها اتفضل يا حماد الله مش ياتف بس عايز انام لا يا حماده امي حبيبي في الحركة باركة امي حبيبي بطل نوم باقى ايه ماما النهار ده يوم عندي شغل طويل وعندي معاد مهم دعيل يدعيل يا ماما بتعيلك من كل قلبي ربنا يفتح حفوشك يا حماده ده ماما سيبين انا نشو هتعبان كسلا لا يا حبيبي امي يلا حبيبي ماما وقت التشتيف جي حماده يا ماما انا نضيف وزال فلو ولازم لو احد يتشطف والله يا مقادر حماده حبيبي لازم تغسل وشك قل لا حاضر حاضر بس مش قاب استنى عليك انا هغسلك وشك ربنا اخليك بش عارف من غير كنت هعمل ايه والله تأمه عظيمة عظيمة يا ماما يلا هف 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 غمد عينيك حسين الصبون يحراح حاضر حاضر المية سعى يح يا ماما معل prophet يا طاني روح اللهم اه والله اه اه مشMR شاكرا يا ماما على شكل نشوف الحطة اللي فوق اللي في خد اليمين اللي في خد اليمين بس ماما تخذيني شلق خطر ال poquito احضر هرة المرة هتخذيني يا حيا ماما والله عنايا حرقتني يا لازنانه مش قادر performances شكرا شكرا طف 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 ماما سبيني بقى هتحابان هايزني انا بغا شان خاطر يا ماما لازم تقوم وتسخصح يا حمادة النهاردة بقي عاملة لك مفاجأات مذهلة ايه ماما المفاجأ؟ Yukiny'm gonna fill it in ايه يا حمايت؟ ماما خلاص بقى sé ولكي حمادة على طول حمادة على طول ايه المفاجأة؟ أوية تبقى مفاجأة لو قلت لك ايه المفاجأة يا حمادة؟ شي خاطر يا ماما عشان خاطري يا حديدي ده النهاردة عيد ميلاد حمادة كل سنة وحماده طيب هو طيب يا رب كل سنة وحماده طيب وإنت طيب ماما 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 أطلب منك طلب عناية نكسلان شوية يعني سبيني بس 17 ساعة أنام لإني هل كان هل كان هل كان هل كان حميدة أنت مش بتقوله لك ما عاد مهم أمه سحسح كده الله يا ماما عالمهم قوي تعيلي ربنا يوفاني فيه ربنا يوفعت فيه قدري يا كريم يا ربي يا حماد ده ماما ربنا يخليك إليه أكيد كنت أخس مش عارت كنت أعمل أية بعد الشر عليكم الخسسين يا ماما يا زوية زوية متشكل العف رجع إيدي الماما متشكل العف يا حماده حماده ماما ماما احماده هماما احطي إيدي على مهاتي اوه رجعيها متشكل العف يا حمود ماما يا ماما تبقى يا حماده مش معقول الكسل اللي انت فيه امي يغير ردومك كده لسه أقو وغير البجامة والبس هدومي وانزل واركب الأسل لا مش قادر أنا هقلعك هدومك يا حمادة ربنا يخليك يا ربنا يخليك يا ماما ربنا يخليك يا سامي يا سامي يا أيوا كده لبسي جاهز والبنطلون والبنطلون يا ماما ربنا يخليك يا أحلى أم في الدنيا هاتفدي كابوساتين هاتفدي زوقي إيدي رجعي إيدي رجعي مشكل يا ماما لا عفا يا حبيبي ممكن أنامشي وأيه بقى يا حمادة قوم بقى الله بطل كسل والله يا مقادي طيب مش قادر أنزل من على السرير طيب أعمل إيه ده اللي جيني يا ماما وزوقيني مش قادر أنزل مش قادر أنزل يا ماما يا ماما أه ماما تعالي أوميني إيه اللي يا رب لها أستنى أنا جايلة جايلة والخشب جاملت قوي وجعل ربتي معلش يا روح ماما ساعديني أوميني حاضر يا حبيبي ده معاد مهمة أو دعيني دعيني يا ماما ها أومي حبيبي اسمالي عليه النبي بقى تعب أقول لأ بيتش يا دناي والله هي بقى تعب وعلي معاد مهمة ماما ممكن تيجي كده شوية تعالي كده أنا رايح شوية تعب أعمل لا 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 مش قادر حمادة حمادة ده أنا محضر لك الفطر اللي أنت بتحبه يا حبيبي أنا خليت والنبي يا ماما قديني إيديك برسا حسن مش قادر قديني إيديك زوق إيديك زوق إيديك متشاكر يا ماما رجعي إيدي رجعي إيدي متشاكر يا ماما متشاكر إفتر يا حمادة أفتر على بالمحضر لك الفطر عبداي خليك أمام ويخليك لي التواصل الفطر بقى تواصل الفطر أعيني يا حبيبي حاضر حمادة حمادة ماما وهومي حمادة اسحك حادة بس بحب بحب أني بتعمل لانشن فوقي معا بحب تعمل لانشن فوقي أنا خيبا باللانشن لا يا حمادة اسحك بقى وإنا أنا بخمزة بجبنا اسحى بقى! ربنا يا اختك وارتح منك! انا بدعيني في المشوار لنا رايق! ربنا يا ربنا يوقف لك ولد الحلاق! اللهم عمي ربنا يخليك! قالوا سلون شدة حلوة! حمد او بعدين! كتري منه! انا! 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 طب شي امسك عشرة الزقيني! مش قادر! خليهم معي! زقيني بيهم! يووو! زقيني بيهم! ما تستيل تتزاق بقى! ماما! ماما هاتي صندوق شات! هاتي صندوق شات يا ماما! هاتي صندوق شات! ربنا يخليك ليه ماما! ربنا يخليك! ربنا يخليك يا ماما! طب هاتبوسي! حصليني بمعلمة بالشقة! انا مش قادر! انا هاسحب! انا هاسحب! ازهي! ازهي! انا هاسحب! انا مش قادر! انا مش قادر! دعباني وماما سوئيني! يا رب! اخيات رحمة تيتا يا رب! ورحمة جده يا رب! اوقف جف يا رب! طيب اعملش حاجة غلط خالص! انا كسلان اه شوية! بس هبقى نشاط! بس قناب يا رب! اهم حاجة النهاردة! ودلوقتي! يا رب اكسب ضربة الجزاء دي يا رب! العب غيرها حلو! والله العظيم والله العظيمين تفقري وقعب تنقق علي! اول مرة في حياتي اضيع ضربة الجزاء! طيب يا انا كم اللعبة! ماشي! ماشي! بس انا كسلان او مش قادر ادوس على الزرارة! مالك! انا مش مظبوط! انا مش ما! عارفين انا بصراحة ولا تدعيوه! ايه؟ انا جاعينا! والله جاعينا! حمادة! تيجي ناكل! انت راس ما افترتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر انا افترت بتاع 3-4 مرات! بس بصراحة مواما النهاردة ركزت في حاجات كتير مهتميتش بيه او! اعزمنا نا! حاضر! يلا انا كلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام! طيب لنا عشرة اجواس حمام! اشتا! وانت كلم بتاع الحمام صاحبك ان انت تعرفوا ده! خلي جيب لنا 6 اجواس حمام! هجوة بقى! طب مفيش شاورمة! عناية! هكسيخ شاورمة لحمة! وسيخ فراخ! ايه رأيك؟ عناية! انا هزوده زوده! هزوده! هقولك بقى لحاجة! خلي الوليمة دي! بعد الماتش ده للمكسبك عشان احتفل بالنشوة النصر! عشان طبعا هنضم معها حلويات بقى! امو علي! مش هوهب بقى لي! وهاشتا! طب وريني نفسك بقى حالي! اواريك يا لزيز! انت جرت رئي! لا بس من غير غد! اسمها يا ميسي يا جامد! اتفضل يا عم! اتفضل برجلك نمين! اتفضل! شكرا لي! وقى الجمعة مينة بقولك يا ميسي! تقولي وقى الجمعة انت اديني! مشغول! يا بابا! ايه البقر اللي انا مخليفة اليوم! عايز ايه زبت مش عبني مشغول! وماشي الناس اللي معاك مش عايز دوش في البيب! يا بابا ما صاحش كده! بكلبك ترد علي! ومش فاضي! مش فاضي! ولا ارده عليك! وغور انت وروحي حاجهة لكوباية مية! وانبي خليه بجيبي كوباية مية بسرعة! يا بابا! بابا! عايز ايه زبت اخسر! لا! انت هنخم ولا ايه! الله! حاجه هتخوش مين هتلاقي المطبخ؟ اعملي اسم لو تشجبنا حطيلي الزتون! ايه بعت الوليه؟ عايز ايه زبت اخسر! عينة تعيني لما بكلمك! انت بتبرقلي ولد! بتبرقلي! طيب ثانية واحدة! هفضالك! هفضالك! لا 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 مش هينفع كده! ايه! ايه! انت بتمسكني من معصامي! اه! بيمسكني من معصامي! بكلامك يرد علي! مش هرد علي! يا حسامي يا ابني! سيبوا! الله يكون فعولوا! شكراً 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 سيبوا يلعبوا! كون! 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 خسرت! قصماً بالله! كلمة تانية واقصر بحيل ده أعلاني فيه! لا انا اللي اقوم هتديك بالجزمة انت والناس اللي جيبها معاكو هتزحبوا! امشي عشان انا خسرت! اقوع بقى! اقوع بقى! ابيد عني دلوقتي! يا بابا! يا بابا! هم اتعرف بالناس! ناس مين يا ابني! تعال اخونا! انت اعمل لي فقى السبع رجاه ده! خلي صوتك! ايه ده! ده مجد هايف وعيل! ايه ده! ايه ده فقى اللي احنا فيها ده! مبسوطة للكلام الفرق ده! لاحظة! اه! هو هكون فاكر ان انا قاعد بلعب! وتعبان واجعان ومش ملكز انت قلت ايه! انا هايف! انا بقول له ان انا ابو عيل! وهايف وتعبت! والله! لا ايه يا بابا! يا بابا! كذب شكلك تافي وما ليكش في البليستيشن دي لعبت عيال زغيرة يا استأز! اه انا عيل! بس انت اعيل وامشي علشان ما هزأك! كل الراجل ده برا! لا فيش جواز! لا فيش جواز خالص! ايه تا راجل عيل! ايه تا راجل عيل! ايه تا راجل عيل! تعال اللي تعال اللي عشان انت بتستجزني! اضربه ولا كامل ماش! انا اكمل ماش! انا بحكي اللي باك عشان حسام! لا لا امش مني انا! ما عليش يا ج Tsarima لتاخديني اي شي مني انا خلاص يا بابة خلاص سنوع انا عايز احتذدرلك الاحال قوة عنده اي شي من الا اي شي من انا تاعلي ايه تبقى عدوسة ت入ي حبيبتي ازاي تجاوزي ابن التافي ده ده انت لو جتيلي من كم سنة كنت دفعت فيك أكتر من ابن التافي اللي وتفعتony انت بتعبيني اي نحن هنا قام بجمعي هني بقى اتنى انت عام بجمعى يا حسام يا ابوكي المجنون ده انتعرفت على الواد فين الشارع في الشارع؟ من اقول انت شاكلك بنت شوارع مش كله ما جيب حاجة تشبص فيها يعني هي اللي دات لزقي دا ليست كمان بتشبصي قاعدت من غن حتي يعزمها لعب بص دي بقى استني اني رجعتلك وانا فاق لا 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 بص دي بص دي حلو الكبري دا يا معلوك يا بني اللزينا هني جاعي بني اكل شوفي الفاكهة طيب شوفي الفاكهة محبا project ignoring انت结أ好啦 محبا جدا محبا محبا اج purchased محبا تربيز مركة شاهدت �يت وطبعاً ماما هي وصحابها يجوا وعودوا يأكلوا ويزروطوا البيت أنا بصراحة بكر يا صاحب ماما جداً سواء رجالة ولا ستات كلهم يستغلالين تنت كريمة دي بتيجي تسرع من عندنا الأكل من تلاجة من غير وراها من ورا ماما والله أنا مش عايز أقول لها بصراحة بقى يا ساتر ولا تنت سناء حرمية هي كمان حرمية وبتستغل ماما ونرجس نرجس كلكم ونرجسكم إيه ده القرب ده يا ساد ده أنا زقت منهم حتى الناس اللي بشغل عندنا في البيت ولا حدي بساعدني ولا الطباخ ولا السواء كلهم ناس ريخمة وبكرهم محدش بساعدني خالص أنا زهيت من كل الناس دي وزهيت منكم بصراحة أنا بكراكم والله يا بكرا يا صاحب بكرا يا الناس كلها ما حاجة بيعمل لي أي حاجة خالص يا حاجة تقرف بصراحة إيه ده واضح لهم عمليوني مفاجأة عيد ملايها دي زكا هنك مرسي عم مفاجأة همو قريبينين ميني لي أوا إن قلتных حاجة take on أنا قولت كيدا أنا قولت كده أنا قولت كده ما في إيا جماعة مش مبسوتين إيه شوالت كلام ده بردو لقيأ أنا كده إيه ده أنا مولتش حالقة على ح GRT إيه إيه ده إيلة اللي بتعملو ده أنا ما محتل اللهش حاجة إش sí ما لو في الناس اللي بمدائم إيليه وانت كمان بصيص لإيه كده الله الله الله! وانت كما ما في يا جماعة حضروعي ايد ميلادي بناخليك يا ماما عالمفاجئة يا فن ماما 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 ربي بنخليك عالمفاجئة يا ماما نخليني ايه يا حمادة كده بتهزق اضيوف وتهزق صحابك انت ايه ما بتحسش على ربك خالص انا يا ماما انا ده انا مبسوط بالمفاجئة مبسوط ازاي مالك يا ماما ايه يا ماما مالك في ايه مش عارف انت هتفوتي ولا ايه يا ماما تقريبا طب انزلي الواحدك عشان الله وقعت مش هقدر اقف مش عارف الى حد يوقف على مالك سألت السلامة تشاهدي يا ماما تشاهدي مع السلامة يصطيبين قوي بي برزي يا حمادة بي بي برزي طول مش أجلة مفو بالحمدنا ازبوط حلوة اصلاح انه لجوة ازاي اله حاجة ماما طب شكلها ميمت او ماتت بحران غير ماما ماما فين البطاطس المحورة بتاعتك يا ماما فين المالة بيه فين الرز بلبن مرحمك يا ماما ايه ده انا جاعة نقوي سور يا ماما انا جاعة نقوي انا مكسر لي كده ماما شوفيني يا ماما شوفيني يا ماما انا نشيط شوفيني وانا نشيط يا ماما فراح بيه بقيت نشيط بقيت سور يا ماما رايح شوي يارايح شوي ماما 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 نجعان يا ماما ماما اعمل ايه اعمل ايه اه ايه دا بعطيلي اكل يا ماما ربني يخليك يا حببتي انا حس ان انتي معي وحولي سور يا ماما اضرب سندويت شك بعد كده اغازل فيك شوية اوحبك شوية الاكله طعم وحش من غيرك يا ماما يمكن عشان مفوش زتون ما فيه الزتون ماما اعمل ايه انا خلاص تعبت بقى لي سعب اقولي يا ماما الله كوارع يا ماما كوارع كوارع يا ماما كوارع كوارع يا يا سخناوي فينك يا ماما كنت بتبرديها كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معادتي جوا هعمل ايه انا كنت بعمل ايه وانا معاك في اللحظة زي دي كنت بنام انت بنام صباح لخير يا حبي يا امي يا احلى امي نفسي ابوز صورتك بس مش قادر اجيلي مش قادر ولا جبها اجيبها معيش كفايا يا ماما كفايا لأباتي القوي ماما تصبحها لخير اوه 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 اشتركوا في القناة 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 شفا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسببتا اشتركوا في القناة 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 قالت ايه تاني ارجوك بس انا افهمت انا افهمت ارجوك الكلام اللي قالت وصفاق دي بقى سر بيني وبينك ده كلام خطير مين يا سعد بيه؟ مين الاخ؟ وده الحاج كانمني ماندوه في حلقة السمك حاج مين؟ كانمني اصر يعزف طباق في نفسك شاكريني حاجه لحلقة السمك ثانية واحد ثانية واحد مين الاخ؟ اهلا دي جاية ليه؟ تعزف تعزف مين؟ تعزف صفاق؟ هو انا ناقص جايين تشماتوا فيها؟ برا؟ مش عايز بلا قط تخص العازة تفضل برا؟ الجاية تعزي اللي كان بتخمحة ولا اني تخص ليل ونهار عشان تكلها؟ اشتغزف على القطة؟ ايه ده انت عادي بيه؟ لاب اخذف تشرفني يا حاج تشرفنا هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ يا عمي انا هنا لا مؤخذة لا مؤخذة انت تعرف المرحومة؟ فتسمع اني طعمها حلوة احنا هنستظرف ولا ايه طعمها حينو متعسن كلامك؟ انا احنا نعرفوها من زمان ايوه داني اللي استطاها انت اللي استطاها ايوه اي الراجل اللي زفت اللي انت جايبهول انت جايبه واحدة اقدامني اطلع برا مش عايز اقرب ايه ده ايه المؤادة البيحة ديك والزفرة دي؟ ازا كان في اباحة ولا الزفارة فايه منك انت؟ ايه ده ده اقرب مش عصبط على العلو ده هتعمل ايه يا عدو هتعمل ايه يا عدو خد وامش خد وامش من هنا خد chill حاج مالي. ايه ده خدو يا حاج مالي بلا شقدار يا حاج مالي ايه يا حاج مالي ايوه يا ساعد بيه شيل يلا أفين يا ساعد بيه ما تخرجنيش بيه باص يا أبدا كلام ايه ديوم ديوم خد عبد المطلعة يلا صفاقة تتغلي أهلينا كلنا خد للولاية ماشي أزاي في العادة بتلسف الزني بتلسف الزني نوارد يا حدي واحد الله واحد الله شكر لي أهلي مطروح كلهم فرد فرد كل صيبينهم بجالة الحمد لله الله يرحمك يا صفاقة اشتركوا في القناة 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 أنا السلطة، أنا بمالي بطير وبحلق في العالي أنا التالي، أنا الغالي أنا السلطة، أنا بمالي بطير وبحلق في العالي انا مش زي كل الناس انا اغنى واحد موجود هنا انا ليقوتي الدهب الماس واعوذ بالله من قولت انا انا مش زي كل الناس انا اغنى واحد موجود هنا انا ليقوتي الدهب الماس واعوذ بالله من قولت انا اكيد انا اصلا انسان قالي ما نتالي موسيقى 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 مابتقتلش لو يقتلوني من صغري عمري مكلت عالقه مليون علامة في بانطلوني اخرم كتيره مت الف طلقه مابتقتلش لو يقتلوني من صغري عمري مكلت عالقه مليون علامة في بانطلوني اخرم كتيره مت الف طلقه جايزه ضحي ايه لو حتى ببني ايه اخلي في غيره ايه ولا تغلبني ايه اسف محدش يلو دراعي ده انا عالي اوي اوي في استهبالي مانا تالي انسان قالي ايه انا التالي ايه انا الغالي ايه انا الغالي ايه انا السلطة انا بمالي بطير و بحلق في العالي موسيقى 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 نعم، تبخشي يا بش مهندس إلكترونيات، اقول له الكلام ده جو حاضر يا فندم، مسائل خير، مسائل خير لما هو، ده سور يا ناسم أنا اسم إسمحني أصلا مسائل زفت والأطران عليك أنا اسم يا حج، أنا اسم انت متعدش يو؟ أيو يا فندم أنا مهندس فني إلكترونيات، تحت عمرك ولا أنا اسم ولا إيه في ايه يا فندم؟ عارف لما زبط شدش ده أنا عامل فيك ايه؟ ألطلقى عشوف شغلي كدة مش هضربك بإيدي دي لا بلاش دي عشان دي ضربة العزواء اندر تيكر وهو في ايه انا هضربك بايه بقى اه صاعك النموس صاعك نموس ايه ده محشرة هو بوكي مالو مجنون ولا ايه اهلان جزء حضرتك ليه عملو ده انت اسباع من صوابه اه مرني يا فن انت شكلت مستبزني ها مستبزك ليه عمانا لسه انا جاي اصلاح لك الدج شكلت مستبزك فين بتاعتك يوم بطاعتي ليه حضرتك هنا على المحور ايه موضوع بطاعتي ده اتطيله البطاعة حضرت اتفاضل يا حبيب بطاعة اتفاضل يا فن ما تقلعش كله هيبقى زي الفل تصدق شكل اديتها للاجنة وما تدهانيش تاني معلش 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 بطاعتك فين ما انا بيدور عليها حضرتك اصلاح اتفاجئت انا جاي اصلح مش جاي اطلع لاجنة ولا قاتل في التجنيف خلي موضوع البطاعة ده بعدين سيبني اصلح لك المصلحة اوكي اسمكיو اسمك ايو مش مشكلة اسمي خليني ان اعرفني بشغلي اعرفني بشغلي ايه اللي هربان منك اقيimal انا بالسمائي كانينا ضاءت الصاموراي صاموراي ايه ده انا عندي شوية قنوات بتنزل شغل احلى من البس الصاموراي انا القناة الصاموراي معنا ثلاثت يام بتقطع اسمع كلامي بس اسمع كلامي انا هجيبلك قنوات بتجيب شغل احلى من الصاموراي أيوة العظماء الستة الستة؟ أيوة عظماء ستة هي يا ابني العظماء السبعة الزعيف بتاع أمات من شهر انتما مش متابع شكلك مش متابع أنا هدلعك سبعة ويبن أيوة هو يعرف السبعة وسبعة ومين أنا بهدس معاك يا أخوة حد الله واحد الله هو قريبه يا مدام قريبه يا إخوة طب خلاص لو سمحته عايز ريموت التلفزيون عشان أبدأ أشتغل ريموت فيك هتلاقيه هنا ولا هنا؟ أدور عليها أنا بشتغل عندكم مش بيتكو ريموت فيني يا عمي ما تهدى بأول طرفينا دور على ريموت أنا أدور ليه وأنا مالي ومش بيتك أجري دور على ريموت يالله هو أنت طبعية ولا هو اللي مش انتو انتو شكلوك انتو للتن أدور عليه في الوصف حاضر أنا بشتغل عندكم ودور انت كمان هنا موتك إيه اللي هيه حادراتك ما فيه ممكن تقول لو سمحت أصلك واخد نص الشقة فممكن يكون موجود أولي وما بقولش أنا قاسي فناسي لا ليه 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 بطاقتي معاك هاي بطاقتي معاك هاي بطاقتي معاك هاي لو مش وصل كوبية أنا أشك أن هو اللي خد الريموت أصلا تنقاش ده أنت نقاشة أيو فيه ايه نقاش بس هواية الأساسية واللي ناجح فيها إله إلوكترينيات ما فيهش حاجة يا جماعة ولا ولا على الريموت ده بالذات لازم تجيب قولي عارف ليه ليه على ما إيه الموضوع خير يا فان أنا كده عيد ميلادي الأسبوع اللي فان كنت أحاك تايف مام الله يا رحمة كابتوني هدايا قبل ما تموت لي أزواء اللي فان هو مجموات الأسبوع اللي فاتوا بتتفرجها على تلفزيون تهتي اللي بعيد ما عندكش دم والله الراجل ده ما عنده دم خلاص واحد الله تبقى عملي ايه ياها هاي أنزل نجيب لك ريموت واجه يا فان دم موسي انا عزي الريموت ده طب هو بتاعي أنتوا صحاب الشقة مش أنا ريموت ده بصي بالوقت ده أنا شكل فيك شكل فيه ايه و انا كمان شكا فيك انت اللي اخدت الموت لا تبان عليكو عيلا مجمونة و انا وقعت فيك واحد اللي واحد اللي دعالوا اسمك لبس هو بيوطي فجأة في وشي لي كده دعال ما استنى ايه ايه دمان الرموت هو ايه هوف ايه هوف موتا هوف ايه احنا باهم وحيات عمك ما يسيمك متعطك نهاي الرموت 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 موتا ايه الحمد الله الحمد الله مفيش حد شافني و انا داخل العمار انا عامل يا رب في المصيبة دي يا مهر يستوع مين مين هلو مين الرموت هكي موت بك الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك وادي التليفون وادي التليفون اعمل يا رب في المصيبة دي الرجل ديش هكل مش هيسيبني في حال في بيتك مين البش مهندس كريم ينقش ازاك الخالد ازايك ايه ده ما اللونك مخطوف كدا ليه اقولك ايه ما تقرفنيش ازايك وماما عامل ايك ويسى انتهينة لأ ولوني ولا زبك اقولي اللونك مخطوف كده ليه يا سيدي الام مخطوف اقول حاجة خالد ما تقرفنيش بقى لا والنا بتقوللي لاي السلام والسلام انا فورت يا خالد وقررت اهرب ايه ده انت كمان اه ومفحة تنيارب انا كمان هربان هربان ليه من الاكتئاب تليس عندك الاكتئاب متجمد بقى خلط شوية بقى عيبي بقى جاري كده اكمد بقى مش انا الوحدي بالهربان ده كل العمارة هربانين تكلم بجاعد اعطانين بقول مفيش حس في العمارة مين هرب يا خاني؟ عارف تنتمج ده اللي في الدور الاول؟ ها هربانة هربت ليه يا خاني؟ بس مش كلها هربانة مش كلها هربانة؟ تمغها بس اللي هربانة منها ومين تاني؟ تنتساوسل في الدور الاخير هربت برضه؟ ايوة وربنا ما اهرب معاك عايز حاجة ايه؟ ليه كده؟ كده والله ما اهرب اذا كان الناس كم معاك في عمارة واحدة من راهيك ورازالتك والنبي اهرب معايا اهرب معاك؟ مش اهرب معاك ما تقربنيش بابا ده مع ورق اوه ايه ده عايل الرزل ده؟ وده واقتوب اه دماغي واجعاني ودني كمان واجعاني مش عارف ارد تبقى ايه اردلك انا؟ لا 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 هفتح لسبيكر الو ده عطيه اعطيه مين؟ وربنا عطيه ده عايزك انتا مش هبقى ارمي تليفون ارمي تليفون ايه ده؟ ارمي الروح استخب عن دمه اوسكو تاب هتا اكلموا اتكن عايزك لا مش عايز انا مش عايز يا كريم تعالى هنا انا بقى قولك ابحض يا كريم سبحانك يا رب في حكمتك فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنياتي اللي انا بحبها واهرب عشان ايه يا ريت عشان حاجة مهمة حاجة هاتفة ريموت ريموت ماسيب السطوح اللي تربيت فيه وكبرتي فيه ماسيب الدشيات اللي كنت بقى لعب فيها رايح جاية وان صغير دش دوت بتاع عمك العبد الحميد اللي في الدور التاني انا عارفه ركبته معاه بس كالراجل ريخي انا بقى وزوله يلا العرب ساتن جميل بكل العمارة بفرحة لما ركب بس خلاص بقى انا هارب امي عدو يتفرجوا ان شاء الله عنهم ما تفرجوا على حاجة بس انا هباقص كل الدشات مامشيش انا وهم يطلعوا يتنوا بالسطوح اهو قلوا غلط يلا يلا والتها كعيبة اللي انا اعملها بايدي كل ده اللي موتي ضيعوا يا رب يا رب ايه ده ابويا ادعيلي يا ابا ادعيلي يا امي ادعولي في رحلة الهروب الكبيرة اللي هبدأها ما شاء الله عليك ابويا بص ابويا كان برينس ازاي وامر وامي والشاء زي الامر بس شكلها كان بتشتغل عنده في الاول لان المستوى فيه طب فرق كبير بس ام ابويا هعمل ايه قلنا بنتو ضعولي يا انا هرسل انا فجأة قررت عرب طب اهرة بروح فين مرض الله كبير اوي دي لازم خطة انا اول هروب لها في الشقة اللي تحتينها عند عميتي عدلت ع شهرين يهضوا عليها شوية بعد كده رحلة الهروب الطويل شوية في الشارع الورانا اعود لسنة يكونوا نسيوني بعد كده هاجي اختفي هنا بقيت عمري هي دي خطتي بأمر الله اريح بقى عشان شكل الرحلة هتتعبني شوية اه اه هو وفن هو وفن هو وفن هو ايه؟ مش عارف احنا بقى انا 3 سنين بنسألها وفن لحد ما انسيت احنا بنسألها عن ايه؟ تدك وصاهي بحدانك لا ممكن يموتنا لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب ماذا؟ هوافان! 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 بتهادي مدقاني قوي مش عارفة برق طرفت صنصن يعني طرفت طبعا هوافان! هوافان! انا معايا اتنين نسوال لو معايا رجالة كنت تعترف لكن انتوا بالكوا تلت سنين بتستاجموها طبعا! فات! عارفوا انا باسكر كده ليه? عشان نغيب عن اللقاء ريموت والتلفزيون فينها بت وديتي الريموت فينها بت اه صحيح ما انت في بلاستر هتتكلم ازاي؟ طبعا طبعا ما انا معايا جزء اخبية بتستجوبوها وحط اللها بلاستر يا جدعان هيب يا جدعان يا جدعان راوني بقى ده انا بطفع فلوس ومهدد نفسي في الاختار اللي في البحار وكورسان ونيل الله ماشي ماشي وديتي الريموت فينها بت اه كلمك اه 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 قادي حجتك اه ما خلص تستجibilي ماشي بتلك الزبت فين يا بتر موت في الليفين تحت الكليم عندي الليب عندي الليب سافتكبتها من اين دي الحلوى من اين؟ من الصافت فيى حاجة؟ اقدع ناس صافت وناس صافت ثانية واح ما؟ ما قالك؟ شيلت البلاستر قالت في الليفنك مش محتاجة مجبوض صح؟ أنا في حاجة كده نفسي عملة وأنتوا حسيتوها خايفين؟ انتوا خايفين صح؟ معالش معالش سيكومر بس ما بتفهمشي كلام ايه 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 الوفر ده اندربت بصاروخي يا عام ده ايه ايه اصباً ايه بقه اهد بل قولك بصية المض؟ قتلتهم كلهم انا بيتشت الركالة اسمعل عليها بالله يقوم يا فيقومة بتك عالصبر و انا رعك ايه ده ايه ده انت فمتيني غلط خالص ده انت طلعت مراقبة انا راجل مابركزت في شهواتي انا عايز الريموت و خلاص فيني الريموت لابتالك يا لاوي يا لاوي يا ببحتي يا هرابي يا بته انا اقتصبك بقولك هيقتلك عارفة ليه؟ عشان اتفرك بالريموت للوحد في الليفنك الليفنك أييه بولهكot قي يموت الصغر بتقدش ماء ي estos بالله مشكريه هاته هاته ابق ما ليس لسه دربك 3-3 انت هتستهزرب خضيكه من رائل الخشب من cały 개 في الليفنك تحت الكلم عن جيلاب في الليفنك تحت الكلم عن جيلاب في الليفنك تحت الكلم عن جيلاب في الليفنج تحت الكليم عنش اللاف يا أخي أبطل السبيرتو اللي تشربو ده هيتموت اللي موت هفوزي اللي موت هفوزي يدفع ماما لازم أجيب رموت بتاع ماما لازم أجيب رموت ماما ومتاع الباب مساء الخير أنا ممكن أسأل حرك شوية السئلة معلش خدين على قدها عشان أنا هتجنن خدين على قد عقدي انت عمدك سجادة؟ عنديك سجادة في البيت؟ لأ عندي كليم عنديك إيه؟ كليم وليه بصوت عالي عندي كليم وعنديك إيمي الأجهزة والالكترينيات خاصة بيك ده سؤال برضو؟ آه عندي لاب هو ده الكليم واللاب تعالي أفشتهالك يا اللي قاعد انت بتشرب إيه ثلاث خمسات يا هايب خد خد اسمع اللي أقوله لك أنا نمت شوية وربنا كرمني شفت المنام طلع كل الحقيقة شفت إن إحنا كلنا ببحر وناس لابسة لبس غريب ومش عارف من ناس دي كلها إلا الولاية دي بقول لها فين الرموت؟ كنت أنا لابس برضو لبسة زيها هزال اللي في البحر قالتلي الرموت تحت الكليم عندي اللاب تحت الكليم عندي إيه؟ عندي اللاب بس تعالي نمشي ورا بعد بقى فين الكليم أدي الكليم تعالي يا أولي هايب فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ فين اللاب؟ أيوة؟ ودي الكليم؟ طب نقلب كده؟ أهو اللبس؟ الله أكبر الرموت 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 بتاع أمك ها أهو يحبل يحبل امسك الله يخرب بيوكه إوه عايح صلك حدا بتلفزيوني تبعاتلي تاني خد دية من دية من دية من خد دية خد دية خد دية خد دية من دية من خد دية من دية من أرب قوي سامعون يالله نمشي يالله خد دية من إنتي بتخنين يا بد؟ النبي أخي عصر انت بتلت تتفرج على كنوات الموسر عادي تقود معي شوية إنتي مالك إنتي مالك تغدير موت ماما ليه تغدير موت ماما ليه تغدير موت ماما ليه بقولك ايه أنا هتطلعك بالتلاتة عايز أتفرر على الرموت لو أحد ارشي ارشي تغليلي يا ماما تغليلي يا ماما حبيبتي أعمده لما ما اجبتلي رموت الله يرحمك يا ماما الله يرحمك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة